السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليم سنتكلم عن بعض الأشياء تحدث لما تقرأ صورة البقرة وهذا جد مهم بعض الأشياء ستحدث لك لما تبدأ قراءة صورة البقرة في بداية الأسبوع الأول وفي البداية الأسبوع الثاني يعني خمسة عشر يوما عيا وتعب هناك من يحص بعيا وتعب وهناك من يحص بالعكس يحص براحة نفسية ولكن الناس الذين عليهم سحر أو حسد في البداية يحصون بعيا وتعب يجب عليهم الاستمرارية هذا يحدث مع بعض الناس تهديدات من عند الجن والشياطين تهديدات بالانتقام تهديدات من عند الجن والشياطين لانتقام منك أو من أفراد العائلة يجب أن لا تصغل الشيطان ويجب أن تتبع قراءة صورة البقرة ومن عند الناس كذلك من عند الجيران أو من عند الجار أو من عند فراد العائلة الشيجار كما العادة والكهرباء كذلك الكهرباء يتأثر بصورة البقرة بعد المرة الكهرباء ينقاطع ويرجع أو ينقاطع أو يوقع خلل في الكهرباء الحيوانات معروفة في صورة البقرة لما تبدأ قراءة صورة البقرة يبدأ يظهر الحيوانات مثلا خروج النمل خروج النمل هذا أغلب يدل بالحسد يدل على الحسد وخروج بعض الحيوانات بعد الحيوانات المشهورة منهم النمل ومنهم حيوانات أخرى الشجار في المنزل هذا مشهور في صورة البقرة لما تبدأ تقرأ صورة البقرة يكتر الشجار هذا يدل على الناس الذين يتشجرون هم مسحورون أو عليهم حسد تحطم الزجاج في المنزل مثلا كأس أو شيئا من الزجاج يتحطم لما تبدأ تقرأة صورة البقرة في الأسبوع الأول يبدأ الزجاج يتحطم في المنزل هذا يدل على تأثير صورة البقرة للشياطين في المنزل كثرة الضيوف وهذا من العجائب صورة البقرة عندما تبدأ تقرأ صورة البقرة يبدأ يأتوك الناس الأحباب والجار ويأتوك الضيوف إلى المنزل هذا من أسرار صورة البقرة تنام في سلام وتنام بدون متاعب complaint إلى كنت تنام بكوابس ولا تستطيع النوم في الليل فهو عندما تبدأ قراء صورة البقرة ستنام بسلام القبول عندما تبدأ تقرأ صورة البقرة يبدأ عندك القبول مع الناس ومع الجيران ولكن على حسب الحالة هنا على حسب الحالة إذا كانت حالتك حالة مستعثية يجب قراءة سورة البقرة ثلاث مرات أما إذا قرأتها مرة واحدة سيبطأ أو سيتعطل التأثير سورة البقرة عليك يعني على حسب الحالة استفرغ من خواص سورة البقرة يعني خرج السحر عبر الفم أو التقيو أو الاستفرغ يعني تبدأ تتقيى تبدأ تفرغ ما فيه بطنك من الأسحار اختفاء الوسواس يعني هذا على حسب الحالة كما أقول هناك حالات يكتر علم الوسواس وهناك حالات يختفي علم الوسواس إذا قرأت سورة البقرة ثلاث مرة أنا متأكد أو مرتين في اليوم أنا متأكد سيختفي الوسواس ولن تبقى عندك وساوس في الرأس وساوس وشك والخوف وستنزع كل هذه الأمراض هي أمراض من الشيطان فقط ليس هناك مرض جسدي يسمى بهذه الأسماء مرض نفساني أو هذا ليس هناك مرض نفساني يضع لك مرض نفساني في عقلك الشيطان والجين الكافر إذا قرأت البقرة سورة البقرة سيختفي الوسواس نهائيا خصوصا لك أن تكني ويقين نية ويقين تقرأ ثلاث مرات إلى أربع مرات إلى خمس مرات تقرأها بشغف وحب سيختفي كل الأمراض من جسدك هذه هم الأشياء التي تظهر في الخمسة الأسبوعين الأولين وفي المستقبل سنتكلم عن أشياء تظهر في المستقبل سنتكلم عليها إن شاء الله هذا كل شيء وتمنكم خير وإلى اللقاء